السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا بخير ياكم أخوكم فورمت في فيديو جديد موضوع جديد اليوم موضوع عنه عن iOS 16.4 تحديث جديد تم اصداره قبل قليل كل علاقة توجه لإعدادات أو السيرينجز تنزل على جنرال أو عام تختار على سفتوير أبديت أو تحديث البرامج وراح يطلع لك التحديث مباشرة كما ذكرنا اسم التحديث iOS 16.4 وجاب مميزات جدا كبيرة من خلال هذا الفيديو راح حاول تكر أغلبها بطريقة جدا سريعة لايك واشتراك وخل نبتلي أولا يتراوح حجم التحديث من قيقا ونص إلى قيقتين ونص تقريبا فحاول انك تفضل مساحة ويفضل ان تلافونك يكون فيه أكثر من 50% من نسبة البطارية عشان تقدر تثبت التحديث التحديث هذا جاب أكثر من 60 ميزة أبرزها الرموز الجديدة اللي صارت بإمكانك انك تضيفها في الكيبورد أكيد الحين هي طالعة قدامكم قمت إضافة مميزات جديدة وعدلوا القوائم بشكل كبير في تطبيق الموسيقى أو الميوزيك الخاص بأبل شركة أبل قامت بالعمل على تطبيق جديد خاص بالموسيقى الكلاسيكية أو القديمة وتقدر تنزلها من الأبل ستور سعر اشتراك فيه 5 دولار بس إذا أنت كنت مشترك في الأبل الميوزيك العادي راح تاخدها مجانا عدلوا أيضا على تطبيق البودكاست عدلوا طريقة القوائم وضافوا أنيميشينات واجد واحدة من أهم المميزات لو لاحظنا في تطبيق الفيس تايم أولا ما أنك تتصل لأحد راح يكون عندك خيار في الكنترول سنتر والخيار هو أنك تعدل صوت المايك وأيضا تعدل جولة الكاميرا فتحت لكم تطبيق الفيس تايم على سبيل المثال تشوفوا في مركز التحكم الآن طلعنا خيارين خيار للفيديو وخيار للصوت هذا هو الخيار مثل ما تشاهدت هنا تختارنا على الخيار اللي في النص هذا الخيار راح يكون في الاتصال العادي وراح تكون جولتك جدا ممتازة فإذا أنت كتفوا أماكن مزعجة وهذا الخيار مفحل راح يقلل جولتك الضوضاء وراح يركز على صوتك أضافوا مميزات الشورتكات جديدين في برنامج الشورتكات صار بإمكانك أنك تحط نايت شيفت أو ترو تون تحط اوتو اوتو اولوز اون دسبلي تحط اوتو انسر كولز وهالأمور هذه كامل في برنامج الشورتكات وفي ميزة الفوكس أو التركيز أبل أضافت ميزة أنك تختار مثلا في التركيز الخاص بالعمل تختار أنك تطفي وتشغل الالوز اون دسبلي طبعا هذا الكلام ينطبق على جهة الآيفون 14 برو والبرو ماكس سووا إصلاحات وتعديلات على برنامج الابل هوم كيت وصراحة تروح على الكفريج من الإعدالات بعد أن تروح على العام وحول راح تكون الواجهة غير بشكل تامعا هذي الواجهة وضافوا في مميزات واجد وسووا في إصلاحات واجد راح أحاول ترجم هذه الصفحة كامل وأحطها لكم في التعليق المثبت أو التسكريبشن التحليط تتوجه على download and state راح يطلب منك أنك تدخل رمز الدخول الخاص بالآيفون وراح ينزل عندك التحليط مباشرة إذا أنت ما كتشابك على الوايفا راح يسألك إذا أنت تبي تحمل التحليط عن طريقة seller data أو بيانات الخلوية فأنت تختار إيه أو لا فعلاسي فأنا راح أضغط continue لأنهم بيحملوا على البيانات الخلوية بعد التحميل راح يطلع لك راح يطلع لك كلمة install now وأول ما تطلع لك كلمة install now من تضغط عليها راح تطلع لك علامة الأبل تحت هالخط وأول ما يخلص معناتها أن التحديث تم معاك بعضكم راح يسألني الأداء والبطارية هل صار أفضل؟ طبعا أنا جربت النزخة التجربية وأقدر أقول لكم أن البطارية صارت أفضل بالنسبة جدا ملحوظة وإذا كان تلفونك الشحن في 100% راح يطول وياك فترات أطول بالنسبة للأداء الأداء شوي صار أسرع بالنسبة خلنا نقول 5 إلى 6% التحديث ما في أي مشاكل أنصحكم أنكم تحدثونا وفي الغالب بعد ما ينزل بعد ما ينزل iOS جديد خلنا مثلا نقول على سبيل المثال iOS 16 تنتظر على تقريبا 5 إلى 6 شهور راح يكون مضبوط 100% وبس شباب أتمنى الفيديو كان مفيد لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وبس يا شباب Peace out